هقول قصتين قصة يعني وراها آية وقصة تانية مثل كيف كانت المدارس القصة اللي وراها آية ربنا سبحانه وتعالى ذكر كل حاجة على الأرض كل حاجة وفي الأرض قطع المتجاورات والنحر والنخل والزيتون والرمى وفي أنفسكم على الأرض استثنى من هذا الرزق استثنى من ذكر على الأرض ده الرزق يهل حد الرزق وفي السماء رزقكم وما تعدوا كلنا حفظين الآية دي وفي السماء رزقكم وما تعدوا ربنا سبحانه وتعالى عارف ان احنا نفوس ضعيفة هو اللي خلقنا وعارف ان احنا ضعاف جدا ربنا لم يقسم بنفسه في القرآن إلا قليلا جدا لم يقسم بنفسه إلا قليلا جدا يا سين والقرآن الحكيم قسم قاف والقرآن المجيد قسم والعصر إن الإنسان قسم والتين والزيتون كل ده قسم إلا في الرزق استثنى بقى القسم ده قالوا وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض انه لحق مثل ما انكم تنطقون يعني رزقك في السماء لا يمكن حاجة غاية ايه القصة دي بتفكرني بايه لقيت واحد بيكلمني في تليفون بيقول لي انت ما بجيش اجتماع الأرمان ليه بتقول له ايه اجتماع الأرمان ده قال ده خريج مدرس الأرمان بيجتمعه في نادي كذا السبت الاول من كل شهر بتقول له اه بنا نفسه شوفه قال لي اللي عايشين بيجوا واللي ميتين بنترحم عليهم والأسادزة اللي ده رسولنا اللي عايشين بيجوا بتقول له يا ده انا معرفش النوم رايح بقى استاذ في كل الطب بقى راكب عربية فخمة جيت اقف لقيت منعين اللي يلقوف وشيروكي جات من هنا ومرسيدس اكبر وقفت ونزل منها واحد ببصله كده تذكرت قصته احنا ايامينا كان يندهوا الاسامي النتيجة سنوية العامة الاول فلان تسقيف التاني التالي الاخير كان جاي بواحد وخمسين في الماية فلان ابوه ضربوا وابوه يمنعوا انه يضربوا بتيني الوات هو ده اللي كان نزل من العربية وانا باركن في النادي اللي جاي بواحد وخمسين في الماية هو في السماء طلع بسأله هو بصير الموافق قلت له اه فلان قال لي اه اخري بحقلك ايه انت فيه ده ما انا مشفتوش من يوم تخرج قال لي ان رئيس مجلس اضارة شركة كذا جبارة عالمية الشركة كذا عالمية قلت له سبحان الله وفي السماء رزخكم وما تعدون يوم ما تخرج كان يعرف كده كان يعرف ان هو حيبقى من كبار القوم هذا لا يعني ان اللي جاي بمجموعه لي اللي هو اللي بينجح في مصر زي بعض الناس ما دعت لا ده يطبق الاية ان فتح فعلا رزقك في السماء مش في الارض خالص يعني ده كان مثل جيد جدا بقوله دايما لولادي بقوله يوم التخرج لما كل الطب يتخرجوا ويبدأ يقلق على رزقه بقوله لهم قوله يا اخوانا مالكش دعوه برزق انت اشتغل وكثيرا اقول لكل خريك كل الطب اسمعوني يا ولاد كويس كل خريك اوعى تختار التخصص اللي تعتقد انه بيجيب فلوس اكتر اوعى تعمل كده الجراحين بيكسبه كلهم حيشتغلوا مع دمت بتوعى الجلد بيكسبه جدا دلوقت كلهم حيشتغلوا مع دمت بتوعى اشتغل الشغلة اللي بتحبها مش اللي تعتقد انك بتجيب لك فلوس اكتر ولا تبقى غلطان لانه تبقى مش مؤمن بهذه الاية وفي السماء يرزخوكم وماتوا اثور جالي واحد برضو كان معاه في الفصل هو دخلت صيدالة وانا دخلت طب فبيقولني انتو عندكم مكافئة نهاية خدمة طبعا طبعا عندنا مكافئة نهاية خدمة احنا عندنا المكافئة نهاية خدمة طبعا بناخد مئة الف جنيه فالقيته اكتسب ورجع الكرسي كده قال لي مئة الف جنيه طبعا ايوه مئة الف جنيه مكافئة نهاية خدمة استاذ في كل الطب قال لي انا اواخد 5 مليون دولار 5 مليون دولار مكافئة نهاية خدمة كان بيشتغل في شكلة ادواء معينة وكان مشرف اقليمي في حتة ودي مكافئة نهاية الخدمة تعتقد وفي السماء يرزخوكم وماتوا عدون